إلى أشأنية الحزبية الآن واحتفالاً بيوم العلمي المصادفي للسادس عشر أبريل أقام مساء أمس حزب وتجمع ديمقراطية الوطنية حفلاً تكريمياً على شرف بعض الوجوه الفنية والأدبية وكذلك الإعلامية وتم بالمناسبة تكريم قناة ميديا تيفي ممثلة في شخص مديرها العام مازين يوسفي كريم أشتطاح وتفاصيل اعترافاً بما كانت العلم في المجتمع وأحياء لذكر وفاة زعيم النهضة الفكرية في الجزائر عبد الحميد بن باديس المصادفة ليوم السادس عشر أبريل كرم حزب الأرندي عديد شخصيات الفكرية الأدبية والفنية على رأسهم وزير الثقافة عز الدين ميهوبي ككل سنة نحيي يوم العلم نشاط من الأنشطة الثقافية التي عنا ومن الأفكار التي ندفع عليها دائماً تسجيع العلم والعلماء ولابد أن العاصمة تسترجع البريق تاعها وتولي منارة كما كانت بكري في البحر الأبيض المتوسط الاحتفالية كانت فرصة أيضاً لتقديم الشكر والعرفان لبعض وسائل الإعلام الوطنية وتكريمها على غرار قناة نوميديا تيفي كما لم يستثني التكريم وجوهاً إعلامية بالقنوات الخاصة والعمومية